أكثر ما يخشاه المراقبون من حالة الطوارئ المعلنة في تركيا يقرأ فيما بين سطور تصريحات نائب رئيس الوزراء التركي حين قال إن أنقرة ستحذو حذو باريس في التعليق المؤقت للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب إعلان حالة الطوارئ كما حصل في فرنسا تماما سنقتفي الخطوات التي اتخذتها فرنسا في تعليق العمل بالمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان والأمر سينتهي في غضون شهر أو شهر ونصف مراقبون رأوا أن الوضع الجديد سيؤدي إلى توسيع العمليات القائمة أصلا ضد الكيان الموازي على وجه الخصوص ولكن بدعم من البرلمان هذه المرة وعملا بقانون الطوارئ المعلن النقطة الأساسية نقطة التركيز الآن هي التخلص بأسرع ما يكون القضاء على جماعة فتح الله جولان هذه هي النقطة التي تريدها الحكومة الآن داخل البرلمان تباينت مواقف الأطراف السياسية من ذلك الإعلان الذي بررته الحكومة بأنه لمنع أي محاولة انقلابية جديدة وإلى جانب الحزب الحاكم والحكومة وقف حزب الحركة القومية المعارض في دعم إعلان حالة الطوارئ حالة الطوارئ هي لمحاربة الكيان الموازي ولمنع تكرار محاولة انقلاب جديدة ولن يحكم العسكر بل سيكون القرار للشعب إعلان حالة الطوارئ هو القضاء على الجماعة الإرهابية التي تنتشر في مؤسسات البلاد ونحن ندعم ذلك أما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي فقد رفضا تأييد الإعلان عن حالة الطوارئ واعتبروا أنه يؤثر على الحياة الديمقراطية والمدنية نحن بحاجة لتثبيت الأوضاع الطبيعية في البلاد وليس إلى زيادة التوتر الذي سيؤثر على حقوق الناس والديمقراطية الآن يقولون ديمقراطية من أجل الديمقراطية ونحن نشبه الأمر بأن تشرب سما بنفسك ولهذا نرفض حالة الطوارئ آراء الشارع التركي كذلك تباينت بين رافض لحالة الطوارئ وبين مؤيد لها وهو ما يعكس تفاوت المزاج العام في البلاد حول الإعلان أؤيد إعلان حالة الطوارئ لأنه لمصلحة البلد من أجل اجتثاث المنظمة الإرهابية ولذلك أدعمه أرفض الإعلان عن حالة الطوارئ لأنه سيؤثر على الديمقراطية والحقوق والحكومة تريد الأمر لما فيه مصلحتها وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا بناء على المادة 120 من الدستور التركي ويخشى مراقبون أن تؤثر على الحقوق الأساسية والحريات بشكل جزئي أو كلي دخلت تركيا بحسب مراقبين منذ الخامس عشر من تموز أجاري وهو اليوم الذي جرت فيه المحاولة الإنقلابية الفاشلة مرحلة جديدة مختلفة كليا ومنعطفا غير وسيغير الكثير من المعطيات وستكون له آثار بعيدة الأمد على معظم الملفات الداخلية وعلى طبيعة العلاقات الخارجية لتركيا على مصبحات الحرة اسطنبول